فرحة مع تطور العلم وخاصة بالمجال الطبي توصل بعض العلماء لمجموعة من المفاجآت المتعلقة بالتنبؤ وتحديد جنس الجنين ببطن أمه اعتمادا على حدث الأم المضاعفات المرافقة للحمل وعمر الأم مضافا إليه الشهر الذي ستحدث فيه الولادة بالإضافة للعديد من العلمات التي قد تصدق ويمكن ما تصدق للحديث عن الموضوع بالإضافة لموضوع الإجهاض المتكرر عند الحامل رح نكون مع الدكتورة سوسا محفوظ لكن رح نروح لتقرير ونتابع تفاصيل هذا الموضوع مع زميلتنا ريم سليمانو نرجع لضيفتنا بالستوديو بالماضي كان سؤال كيف بعرف جنس الجنين أحد الأسئلة الهامة يلي بتسأل الحامل خلال فترة الحمل هالسؤال بيخبأ بين طياته مفاجآت كثيرة وبيضطر الأزواج لانتظار يوم ولادة الطفل لمعرفة جنسه لكن بتقول الخرافات الشعبية المتعددة بأنه يوجد طرق للإجابة على سؤال فيما إذا كان الجنين ولد والإشعارات التالية ممكن تطمنك عزيزتي الأم أولا غسايان الصباح بيكون أقوى بشرة الأم تبدو نظرة لوحام والرغبة الشديدة بالأكل عدد نبضات الجنين بتساوي 140 نبضة بالدقيقة هبوط بطن الأم للأسفل خلال فترة الحمل كل هالعلامات فش رأي الناس بهي الإشعاعات دنيا عم تتطور واب تو دايت دايما والتكنولوجيا وهيك بس إنه بروح الواحد عن دكتور شاطر بيعرف من الأول وين بدي يروح لا تساوي بالمية بيدرب بالعالمين مية بالمية حتى إنه في أكل معين فيه غذاء معين كذا هيك لحتى يتحدد جنس المولود أنا بالنسبة لي ما ممكن أني ألجأ لطبيبا لأنه هاي طعمة رب العالمين تبعته الله بنيه مهم الخلق الكامل عشبة فيه الصيني مثلا على التقويم مش صيني هيك سمعت بس مو أكتر من هيك بس يصير الواحد إنه 3-4 شهر حامل أي بتروح لعند الدكتورة وبتعرف جنس المولود ساعتها هم ممكن تجاهد فيه هيك شيء؟ لا أكيد لا لأنه كله بقدرة رب العالمين هيدا رغم العديد من الخرافات حول علامات الحامل بولد أو أعراض الحامل ببنت إلا أنه نادرا ما يكون هناك توافق بين الإشاعات أو النتائج والعلم بيبقى عند الله يعني دكتورة مثل ما شفنا بالتقرير للآراء مختلفة والبعض بيقول إن شائعات والبعض الآخر بيسميها حقيقة أو تطور طبي نظام غذائي محدد من قبل ممكن نحن نقدر نحدد فيه جنس المولود صح هذا الكلام دكتورة؟ أول شي صباح الخير لا للأسف كثير شائعا نظام الغذائي والنظام الصيني مثل ما كانوا عم يحكوا فهي كل ما بتفيد بتحديد جنس الجنين طريقة علمية وحيدة اللي بتفيدنا بتحديد جنس الجنين هي طريق الطفل الأنبوب ونحن بنعمل بيجي دي قبل يعني بنعمل صيغة صبغية للأجنة قبل ما نرجعون لرحم الأنف إذا كانت صيغة زكريا إكس وي منرجعون إذا إكس إكس ما منرجعون هي الوحيدة اللي بتضمن إنه الجنس مية بالمية زكر أو أنسى هلأ بقى الشغلات نحن بنحاول نعتمد على طريقة شوي يعني علمية بس طبعا ما في دراسات مجربة بهذا الموضوع إنه هي النطاف المذكرة هي أسرع بتوصل للبويضة وبتموت أسرع فنحن بنحاول نحدد تاريخ الإبادة ممكن حتى نعطي يعني قبر لتفجير الإبادة ونحاول إنه يصير الجماع بعد ما بتصير الإبادة هذه يعني أكتر طريقة إنه نحاول فيها بس طبعا أكيد ما في دراسات علمية بهذا الموضوع وما أنا موسوقة مية بالمية طريقة الوحيدة اللي بتحدد جنس الجنين مية بالمية هي طفل الأموب فقط فقط بس الحميات الغذائية أبدا ما بتفيد ولا الجدول الصيني ولا ما تعكلي منتجات حليب ولا خحيح يمكن دكتورة تحت الهوى نحنا كنا عم نتحدث أنا وياكي وفرح إنه هدولة القصص إنه هي مثل إنه هيك عادات أحيانا كانوا يقولوها ستاتنا وأمهاتنا إنه إذا مثلا بتحب الحامض فهي بتجيب الصبي وإذا بتحب الحلو فهي بتجيب منوتها فهذا الشيء يمكن كعلميا هذا غير مثبت ودائما نحنا منقول رب العالمين هو يلي بيحدد نوع الجنس للطفل خلينا نحكي قداش نحنا متأثرين بالعادات قداش بيجوا لو عندك هيك مريضات ما رح نقول مريضات حوامل خلينا نقول إنه بيسألوك عن هذول القصص تماما هلأ هلأ كنا عم نحكي مثل ما قلت هي عادات وتقاليد ورسوها نحنا كانت قديمة نداية وهي اللي تشخص الحمل ما كان فيها وسائل التشخيص متطورة ما كان في إيكو فكانوا يعتمدوا على هذون الشغلات يعني الأعراض فيشوفوا أنه أنا أقرب العادات أنه له هلأ بعد كتير درجة أنه أنا أتوحى مع الحامض أنه رح جيب صبي أكيد لا فيه كمان مقطة كتير أنه حتى هلأ على الإيكو بيقولولك أنه كيس الحمل مدور أنا رح جيب بنت وكيس الحمل بيضوي أنا رح جيب صبي هي كلها أكيد ما لها أي أساس علمي بتضل عادات وتقاليد أحيانا الأم ممكن تتميز إذا كان عندها من الجنسين أنه أنا هيك طبيعة تغيرت بالصبي غير البنت لوحاب فيه تماما فيه يعني هي بتحس بأنه فيه تغيرات بس أنه هو مو أساس علمي يعني ممكن تتوحى مع الحلو وطلع صبي يعني فبالأخير ما نو دقيق مية بالمية أكيد هذه المعلومات دكتورة يعني للأسف اليوم كثير من الناس بيلجأوا يمكن لطبيبهم وبيلحاح كثير كبير أنه نحن عبدنا صبي شو ممكن نعمل لحتى يجي صبي أو بعض منهم منسمع أنه نحن 8 شهور حامل نعرف نحن عن الإيكو أنه نحن معنا بنت آخر شهر تفاجأنا بالصبي هذا الحكي ممكن يصير فعلا خاصة اليوم في إمنة الممنعة في الإيكو الرباعي وإيكو كتير متطور قادر يحدد حتى شكل الجنين هذا شي ممكن يصير تماما صراحة هلأ هالأيام المفروض ما تصير هيدا الأخطاء التشخيصية هلأ ممكن أنه والله مثلا أنه حدد لي الجنس أنا حامل شهرين بعمر الشهرين أكيد ما بيتحدد جنس الجنين ولا حتى بأحدث الإيكو حتى بالإيكو الرباعي يعني بعد ما عندي تفاصيل الجنين يعني فإذا صار تشخيص لجنس الجنين بالأشهر الأولى مثلا ببداية التاء الرابع ممكن يكون في خطأ تشخيصي أحيانا تجي الأم بالرابع أنه ولد خلص ما بقى بتجي بتروح هيك للولادة أنه خلص أنا قال للدكتور صبي هون ممكن يصير خطأ تشخيصي بس بمراحل المتقدمة حكما ما بيصير خطأ تشخيصي يعني الأعضاء الجنسية بتكون واضحة مثل ما قلت حتى بالإيكو السنائي يعني بدون إيكو رباعي فما بالك في إيكو رباعي إيفا لا ما عاد المفروض تصير هالأخطأ تشخيصية أبدا 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 ممكن عملتها مفاجأة أحيانا بتقلك تماما بدي أقول هاي المقطة أحيانا هي الأم بتكون خايفة أنه والله بيحسدوني أنه أنا معي صبي فبتخبي هي على الجيران على الأهل على الكذا والله هي بعد تجربة يحسنها دكتورة على بنت فأنه بتقلهم قالتلي بنت وبعدين بيتفاجأوا بس هي بتكون دكتورة أو بتكون خايفة من زوجها فأنه عندها خمس بنات وبدأت تطلع بنت بتقوله صبي بعدين بيتفاجأوا أنه بنت فبتصير هيدا تنحط بظهر الإيكو يعني بس هو هلأ أخطأ تشخيصية بهذا موضوع أكيد لا ما في هذا الشيب خلينا نقول شوي فكاهي ومضحك لحدا يمكن وصل لهذه الدرجة من التقافي والعلم والتطور يلي نحن في خلينا ننتقل لأجهاض إن شاء الله ما حدا بصير عنده أجهاض يعني فيه أجهاض متكرر لحوامل ممكن يكون سبب العمر يمكن أو يكون سبب ضعف بالبنية دكتورة خلينا نحكي عن الأسباب هيك الشائعة للأجهاض المتكررة عند المرأة طبعا الإجهاضات المتكررة فعلا هو رد نفسي كتير للمخصوصا إذا كان أول بيبي عندها فأول أول أول الأسباب اللي بتأدي لهذه الأسقاطات هي الصراحة تشوهات صبغية طبعا بهذه الحالات بتتشكل شي نحن نسميه بيضة رائقة يعني بيكون عندي كيس حمل بس ما في بيبي فهيدي تشوهات صبغية ما له علاج للأسف هيدي المشاكل الصبغية هو بيصير في أحيانا ألقاح للبويضة من نطفتين تسلصات صبغية أو أحيانا بيكون في عندي بس صبغي واحد فهذا حكما بده يصير إسقاط يعني بتجل المريضة أنه دكتورة طيب مسبتات كذا هذا ما في مجال يعني بده يصير إسقاط هذا ما بفيد لأنه ما في بيبي يعني أنه في تطور كيس حامل بس ما في بيبي وهذا الطفل يعني حتى إذا كملوا بيكون في تشوهات معينة يعني مثل التنازر المنغولي مثل تورنر يعني هذون مشاكل صبغية هلأ بتجي بالأسباب التانية بالمراحل التانية أسباب تانية عند الإنتانات طبعا مو الإنتانات العادية يعني واحدة صار عندها التهاب مجاري بولي عادي ممكن يسبب إسقاط إذا ما كان معند ومهمل وغير معالج لا أكثر الإنتانات اللي ممكن سبب إسقاطات هي إنتانات بعنق الرحم طبعا برا بيكون في مسح لهذون أكثر شيء العقديات بتكون موجودة بعنق الرحم بيعملوا مسح دوري أثناء الحمل أحنا بيكون الإنتان ما نظاهر يعني ما في أعراض بس أنه بيسبب إسقاط هلأ في مشاكل تانية الإنتانات مثل ما بيقولوها بالعامية جرسومة القطة والتوكسو بلازموز هلأ بكل الأحوال المريضة لما بتنصاب فيها مرة ما بقى بترجع يعني بصير عندها مناعة مثل الحصبة والجدري أنه ما بقى بترجع بتنصاب مرة تانية فأنه كتير بيحطوها أحيانا بعض الأطباء بيظهر أنه والله جرسومة القطة يعني هي من الأسباب القليلة اللي ممكن تسبب هذا الموضوع هلأ مثلا أنت شوهات تشريحية بالرحم عنده ورام ليفي عنده رحم زقرنين عنده هدون كمان من الأسباب اللي ممكن تؤدي لهذه الإسقاطات يعني دكتورة كمان نحنا مثل ما بنسمع أنه يمكن ببداية الحملة بيعطي دكتور إبر تسبيت دكتور تاني ما بينصح فيهم دكتور ممكن يعطي بالأشهر الأخيرة إبر للرئتين مثل ما بيقولوا للجنين دكتور تاني ما بيعطي نحنا نسأل حالنا أمهاتنا يعني يمكن على وقتهم أو أجدادنا ما كان عندهم هذا الشي كان يجي الجنين بصحة وعافية وبالعقس يمكن أحسن من اليوم فشو الصحة بهذا الموضوع دكتورة؟ هل أول شي البروجستيرون أبر التسبيت بالأشهر الثلاثة الأولى ما بيفيد إلا إذا أثبتنا نحنا بالتشخيص أنه عندي عواز بروجستيرون يعني هذا بده تحليل لحتى نحنا نثبت بس هو مثل ما قلت من الشائع يعني أنه لا أنا بس هيدا لازم أخذ أبر التسبيت لا للأسف ما بيفيد إذا نحنا ما كان عندنا تشخيص دقيق أنه في عندي عواز بروجستيرون فما بتفيد أبر التسبيت هلأ مثل ما قلت كثير نقطة مهمة هلأ دارج كثير دكتورة ما عطيتيني أبر ريئتين للبابو إذا ما عندي تهديد ولادة مبكرة ما في داعي أبدا حتى أبر الريئتين للبابو بعد نص الثامن فهي غير مفيدة يعني عالميا حتى ما بقى بيعطوها حتى اللي عندهم تهديد ولادة مبكرة نحنا منعطيهم لنص الثامن وبعدين أوكي ففي حالات حمل توأمي حمل سلاسي عندها مثل ما حكينا تشوهات بالرحم أنه نحنا منشك أنه ممكن تكون عندها ولادة مبكرة هادون اي نحنا منبلش من بداية السابعة منعطيهم مشان إذا صارت ولادة مبكرة أنه البيبي ما يحتاج حاضنة أما فيما عدا ذلك ما بتفيد أبدا 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 بس موضة صائرة يعني كلهم موضة تماما دكتورة نسمع فيها كثير للأسف للأسف الشديد صحيح دكتورة خلينا نحكي في حالات كثير أكيد مرة على حضرتك أنه بيصير حمل بالأشهر خلينا نقول فاتت بالسادس اكتشفت تشوه معين بجنين في دكاترة بيقولولة أنه لازم ينزل فيه دكاترة بيقولولة لا يعني بتوقع المرأة بصراع كثير قوي وخاصة أنه هي عدة الأشهر الأولى يعني هذا الشيء اللي عم بيصير هلأ هل هو سببه أنه عدم الكشف المبكر عن التشوه يعني لما تتعذب الامرأة جسديا ونفسيا نفسيا مضبوط هلأ هو الكشف المبكر عادة بنهاية ثلاثة شهر بداية الرابع بيكتمل تشكل أعضاء الجنين فأغلب التشوهات إذا بدأت بيّن بدأت بيّن بهيد الفترة هلأ مشكلتنا نحن مع الحامل أنه هي بتتأخر لحتى تكشوف يعني أنه أحيانا بتتأخر ما بتوصل لعنا بكير هلأ في تشوهات للأسف ما بتعيش ما بتعيش يعني فهيدي هلأ هو نحن أنه هون ممنوع أنه إنهاء الحمل يعني بس هنه في تشوهات مثلا باستسقاء برأس الجنين إذا كان شديد مري إذا مقام ما في مري تماما يعني هيدا حتى إذا خلق بعدين ما رح يعيش والأسف بيترافق مع استسقاء سائل أمنيوسي يعني بيكون في عندي كمية سائل كتير حوالين البيبي فحتى الأم بتدخل بأعراض نفس ومع تقدر تمشي وزلة نحن فبدأ نلجأ وقتا لحتى نبزل هذا السائل أنا برأي بهذه الحالات هو يفضل إنهاء الحمل يعني أنه نفسيا وجسديا للأم يعني كتير بيكون راض بس أنه أغلب التشوهات تشخص في نحن منقول بل 22 أسبوعين تقريبا بنص الخامس فإذا في تشوهات غير قابلة للحياة يفضل إنهاء الحمل بس لا في تشوهات ممكن تكون بسيطة مثلا شافة الأرنب هي بتتعالج جراحية تماما كيسات كلوية ممكن تكون أحدية الجانب مثلا أنه هذا البابي بعيش يعني ما عنده أي أشكالية عنده عنده فرصة منيحة للحياة فحسب التشوه نحن بقى من قرر هذا الموضوع يعني دكتورة نحن نتمنى أنه ولا أم تتعرض لهي التجربة شوه الله يا رب شوه الله يا رب شوه الله أكيد ويجو جميع الأطفال بصحة سليمة أكيد شوه الله بالنهاية دكتورة كتير أسئلة وكتير استفسارات لكن بدنا نصائح أخيرة عامة ضمن هالإشاعات أو الشائعات اللي نحن عم نحكي فيها وضمن يمكن بعد العادات اللي بعدها موجودة لليوم كيف الأم بتقدر تتخطى التجربة الجميلة اللي هي تجربة الحمل بصحة وسلامة أول أول نقطة من دقة أعليا أنه الأم تتابع حملة شهرية المفروض زيارة شهرية للطبيب ونفضل أنه دائما تأخذ معلوماتها والتعليمات من الطبيب لا من جارتها ولا من أهلا ولا من فدائما هو رح يعطيها تماما المعلومة الصحيحة ما نوصل لمرحلة أنه نتأخر بتشخيص التشوهات مثل ما نحكي ويصير الرد أكتر هذه أهم شيء أنه هي زيارة دورية مع الالتزام بتعليمات الطبيب والابتعاد كثير عن الإشاعات اللي للأسف عم نشوفها والأخطاء الشائعين يعني مثل ما قلت دكتورة يمكن الالتزام بزيارة الطبيب أو الطبيب هو أمر ضروري والابتعاد حتى الأقاويل اللي بين النساء بتتواردون أنت حامل انتبهي من هذه القصة ياريت انتبه بس على غزاء الصحي وعلى سلامتها وسلامة الجنين نشكر وجودك معنا دكتورة إن شاء الله جميع النساء والأمهات هيك يكونوا بصحة جيدة ويكونوا أطفالهم سليمين وبصحة جيدة أكيد سعلي شكرا كثير إليك دكتورة دائما نحنا منقول أنه فترة الحمل هي من أجمل المراحل بعمر الأنس سعلينا نعيشها بحيوية بحب لهذه المرحلة وننسى أنه ممكن تكون حالة مرضية شكرا إليك دكتورة أعطيكم العافية